لما تكون يوتيوبر وطموح ونفسك تنجح وبتحاول أكتر من مرة أن تكبر القناة بتاعتك وفعلا توصل لعدد مشتركين كبير ومشاهدات كتير لكن مش عارف الطريقة إزاي إيه رأيك في أداة تقدر تساعدك بشكل كبير تعمل ده والأداة دي مجانية لمدة شهر لو سجلت النهاردة من اللينك اللي موجود في صندوق الوصف الأداة دي هتساعدك إزاي تقدر تشوف الفيديوهات اللي نجحة في القناة بتاعتك إحصائياتك للقناة بالكامل هتكون ظهرة قدامك هتقدر تدخل على الكيوورد ريسيرش يعني تدخل هنا وتشوف مجموعة من الكلمات ويقولك الكلمات دي إيه أكبر نسبة بحث عليها في اليوتيوب والجوجل كمان لو أنت مهتم بالموضوع خليك معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد البس من قناة تايم سيفينج خليكم معنا طبعاً لينك الأداة هيكون موجود في صندوق الوصف الأداة دي هتساعدك بشكل كبير جداً إن أنت تقدر تشوف كل الأحصائيات في القناة بتاعتك وأسهل بكتير من اليوتيوب أناليتكس اللي أنت بتشوفها داخل القناة بتاعتك يعني أنت بعد ما بتسجل هنشوف كده طريقة التسجيل عشان الناس ما تطلخبطش ده اللينك هتلاقيس اللينك ده موجود في صندوق الوصف هتضغط على اللينك ده وبعدين أنا هفتحه في براوزر تاني عشان أنا قريدي مسجل في الأداة بتضغط على لوجين وبعدين تضغط على اناليتك ريبورت وبعد كده تكتب إيميلك وبعدين الباسورد بيجي لك رسالة على الإيميل بتأكد إن أنت ده حسابك وبعد كده بتدخل على الصفحة اللي احنا فتحينها دلوقتي اسمه مورنينج فيم الأداة اسمها مورنينج فيم FA.ME طيب دلوقتي خلينا نشوف كده الموضوع عامل إزاي لما بتيجي تفتح إلى ده الأول مرة بيبدأ يجي لك إحصائيات بيقولك الأفريج فيوز 174 ده طبعا بيقولك بيقارن آخر 20 فيديو موجودين في القناة طبعا بيقولك إنه هو compare your last 20 videos to 20 videos you published before them يعني بيقارن آخر 20 فيديو بآخر 20 فيديو قبلهم وبيديك بعض الإحصائيات بيقولك إنه العدد المشتركين في القناة ده الليفل بتاعك في اليوتيوب يعني بناءنا على عدد المشتركين لو عايز تعرف ده إيه هتلاقي إن إيه في حاجة اسمها برونز وسيلفر ومش عاريف إيه هحسب عدد المشتركين اللي عندك بيقولك إن البرونز ما بين 10,000 لـ 100,000 ك حاجة يعني متعلناش عهوية دلوقتي دلوقتي بيقولك الفيوز فروم فيزيتورز الفيزيتورز لما بيدخلوا على القناة بيدوك فيوز 66% والسبسكرايبرز بتوعك بيدوك 34% الرقب 34% يدل على إن أنا كنت بنوع كتير في المحتوى بتاعي وعندي مشكلة في إن أنا مش مسبت المحتوى وبالتالي مش كل المشتركين اللي عندي بيحبوا الفيديوهات اللي أنا بنشرها طبعا ده كان غلط في بداية القناة بعدما الواحد أعرف الكلام ده يعني خلاصة سنين بقالي 3 سنين في الموضوع أريد كتير وشفت حاجات وقنوات فعلا بتهتم جدا بالموضوع ده وشفت قنوات بتكبر ورجعت قنوات بعد كده والحمد لله القنوات دي وصلت لعدد مشتركين يمكن أكبر مني لكن لأن المحتوى بتاعهم كان أفضل من المحتوى بتاعي يعني عليه طلب أكتر بكتير فدلوقتي الإحصائيات الأساسية بتظهر لك بالشكل ده هنا بعد كده بتنزل بيعرفك إيه أكتر فيديوهات بتساعد في نمو القناة ميد شانل جرو يعني الفيديو ده بيتحرك معناه أن الفيديو ده بيخلي القناة تكبر تمام طبعا فيديو زي ده بيقولك لأ لسه ما عملش موضوع أن القناة تكبر يعني لسه ما بيمشيش الفيديو ده وبيديك عدد الفيوز ونسبة المشاهدة بالنسبة لمدة الفيديو يعني الناس بتشوف أربع دقائق واربعين سانية من الفيديو اللي هو المفروض أن هو تقريبا كام بتاعته المهم أن النسبة هتبعى 13% يعني بيديك إحصائيات كاملة وبيقولك اللايكس على 12 الكممنتس قد إيه سبسكرايبر جيند يعني أنت جالك كام سبسكرايبر من الفيديو ده طبعا الأداء أكتر من رائعة ولو فعلا الأداء دي أنا عجبتني أنا هشتريها فعلا لأن فعلا خمسة دولار طبعا خلينا نشوف سعر الأداء كده مالش أنا طبعا بعمل الفيديو ده باستعجال لسبب لأن بعمل الفيديو ده باستعجال لأن الأداء دي التسجيل المجاني فيها هينتهي بكرة فلازم تدخل تسجل دلوقتي عشان تلحق هنشوف دلوقتي البرايسينج بعد شوية اللي هو الأسعار بتاعت الأداء طبعا الأحصائيات كاملة لازم تدي لنفسك وقت أنت تقدر تشوف فل ستيتس يعني كل التفاصيل عن فيديو زي ده بيجيب لك كل حاجة عن الفيديو بالكامل ومدة المشاهدات قد إيه واللايكس قد إيه والديسلايكس كل حاجة بيحطها لك هنا في مكان واحد طبعا بيساعدك كتير جدا أن أنت تعرف تحلل القناة بتاعتك وتعرف إيه الفيديوهات اللي بتنجح معاك وإيه الفيديوهات اللي محطوطة وبتضيع لك وقتك والمشاهدين ما بيعجبهمش الفيديوهات دي أو حتى ما بيشوفوهاش وخصوصا للمشتركين بتوعك هنا طبعا تقدر تضغط على top videos by average view duration from subscribers بيديك أفضل عشر فيديوهات وview duration يعني عدد مدة المشاهدة من المشتركين طبعا بيقول لك رقم واحد هو الفيديو ده كل مجالات الربحة وونلاين الفيديو ده تقريبا في حدود أعتقد أربعة وعشرين دقيقة فيديو طويل أكبر الأفريج بتاعها ستة ست دقيق وثلاثة وتلاتين سانية ويلي الفيديو اللي بعد وهكذا طيب البوتوم بقى طبعا البوتوم ده اللي هو انت عامل في مشكلة يا إما العنوان يا إما الصورة المصغرة يا إما طبعا ده تشاف أقل من دقيقة طبعا كلام فارغ ملوش أي معنى وعمل تمانية وتلاتين فيو يبقى انت تضيع وقتك في فيديو ده زي ده ليه ما تكررش الموضوع ده تاني بس لازم تعرف السبب جاي منين تمام فلازم تعرف السبب جاي منين بناء على تحليلك للقناة بتاعتك والمحتوى نفسه بتاع الفيديو والمشاهدات على الفيديو جات إزاي وجات منين قبور كتيرة لازم تاخد بالك منها بس هنا انت عرفت الفيديوهات اللي ما لهاش لازمة في القناة بتاعتك أو ما ساعدتكش كتير والفيديوهات أعلى فيديوهات في القناة بتاعتك الكلام ده عشان تعرفه في اليوتيوب هو موجود لكن حياخد منك وقت الميزة انه هو موجود قدامك هنا مباشرة سهل جدا انت تستخدمه على فكرة الأداء دي ما فيش حد شرحها في المحتوى العربي والأداء دي فعلا عجبتني بشكل كبير جدا وانا لسه ما شرحتش حاجة من الأداء دي لو عايزين نكمل شرح في الأداء ابقى سيبولي في التعليقات لو عجبتك فعلا بس أوريكو حاجة كمان مهمة في الأداء دي ان انت تقدر get access to the keyword tool لما بتضغط هنا تقدر ان انت تكتب كلمات هنا مثلا نقول اليوتيوب هو بيرشح لك كلمات وانت لما بتضغط على اليوتيوب بيبدأ يجيب لك ال common words وال uncommon keywords بيقول لك ال common words اللي هي أفضل اختيار للقنوات الكبيرة ال uncommon keywords اللي هي كلمات اللي هي مش uncommon يعني يعني مش متدولة لكن هي مناسبة جدا للقنوات الصغيرة السبب ان هي مناسبة للقنوات الصغيرة السبب ان هي مش مستخدمة بشكل كبير في باقي القنوات وبالتالي المنافسة اهتيبها عليها قليلة تقدر انت تستخدمها كل دي كلمات مفتاحية موجودة ويكاتبها لك بالفيديوهات يعني الفيديو ده دي الكلمات بتاعته والفيديو ده الكلمات بتاعته وهكذا فطبعا هتساعدك كتير جدا انت تاخد الكلمات اللي انت عايزها لو ضغطت كده هتقدر تاخدها فور ستيب ثري يعني بمعنى ايه ان انت تاخدها بعد كده عشان تقدر تعملها كوبي وتعمل تحليل تاني دي الكلمة المفتاحية دي طبعا الاداة فعلا مفيدة جدا اتمنى انتوا استفيدوا من الاداة دي وشاير الفيديو عشان كل يستفيد حاول تعمل الكلام ده النهاردة لان فعلا التسجيل المجاني هينتهي خلينا نشوف كده السعر بتاع الاداة لما بتدخل على برايسينج بيقول لك ان الاساسي الخطة الاساسية بخمسة دولار في الشهر لو انت هتدفع شهري وباربعة دولار في الشهر لو انت هتدفع سنة كاملة تمام ده هيخليك بس تشوف الاناليتيكس يعني الحاجات التحليلات اللي موجودة في القناة بتاعتك لكن هيديك بعض الحاجات البسيطة في الكيوورد البلانت التانية اللي هي البلاس باثناشر تلاتاشر دولار سنة وقت في الشهر ولو انت هتعملها في السنوي هتدفع عشرة دولار ولو عندك كود طبعا بتحطه هنا هم دول الخططين اللي موجودين انا هتوقع انت لو ملحيتش العرض ده يبقى ممكن تجرب لمدة شهر اللي هي بخمسة دولار وتشوف الموضوع عامل ازاي معاك سداني هتفري معاك كتير بس تكون برتب انت هتعمل ايه في القناة بتاعتك هتعمل تحليلات ازاي هتستخدم كلمات المفتاحية تحسنها في الفيديوهات بتاعتك ازاي سؤال برضو بيجيلي كتير هل الفيديوهات اللي انا نشرتها ملمسش الفيديوهات دي يعني انا لو عندي كلمات مفتاحية جديدة عايز احطها على الفيديوهات دي ممكن احطها ايوة طبعا ممكن تحطها لان هي الفيديوهات دي اتعمل لها ارشفة فعلا لكن لو هي ما بتتحركش يعني ما بتجيب لكش فيوهات فانت المفروض ان انت تحسن الكلمات المفتاحية بتاعتها عشان فعلا تبدأ تجيب لك فيوهات اتمنى اكونوا استفدتم من الفيديو وشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع تايم سيفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة